تفسير رؤية عصير الطماطم في المنام من يرى في المنام أنه يقوم بشراء عصير الطماطم والله أعلم علامة على الرزق الذي يحصل عليه صاحب الرؤية حلم عصير الطماطم في المنام يكون دليل على الترابط الأسر الكبير مع أهل بيته والله أعلم إذا رأى الرجل المريض أنه يقوم بشراء عصير الطماطم في المنام علامة على الشفاء من أمراضه والله أعلم حلم المتزوج بعصير الطماطم في المنام بشكل عام تكون إشارة على الأفراح والسرور التي تحصل عليها من يرى في المنام والله أعلم أنه يضرب الطماطم في الخلاط علامة على مرحلة جديدة سيدخل فيها صاحب الرؤية حلم ضرب الطماطم في الخلاط في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث لصاحب الرؤية رؤية ضرب الطماطم في الخلاط في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية ضرب الطماطم في الخلاط والله أعلم علامة على الأيام السعيدة القادمة لصاحب الرؤية من يرى في المنام أنه يقوم بشراء الطماطم تكون إشارة على الأزمات المالية التي كان يعاني منها والفراق القادم له دي لو كانت الطماطم غير مستوية أو طماطم فزدة أو طماطم خضرة إنما لو حمر بقى بيكون خير قادم له والله أعلى وأعلم